هذا الشغف في كرة القدم مع أول محكمة سعودية من التلفزيون جدة تنضم معنا شام الغامضي حكم معتمد من الفيفا يعني صباح الخير شام أهلا وسهلا أبغى أسألك بس ليش الكورة؟ يعني دائما الواحد لما يختار شيء يحبه يتميز فيه ويبدأ فيه لكن ليش الكورة؟ أكيد الكورة القدم هي الرياضة الأكتر الشعبية في العالم فهذا شيء أساسي أنه أنا ليش اتجهت لمجال كورة القدم؟ ليش تحكيم تحديداً؟ الحكم هو الشخص الملام دائماً في كورة القدم ليش الفريق بيخسر؟ ليش اللعب ارتكب هذا الخطأ؟ فأنا حبيت أتعمق في هذا الموضوع وممكن مع المستقبل أغير النظرة هذه كوني أتعمق في هذا المجال أدرسه أشتغل على نفسي بكون أثبت جدارتي وأكسب ثقة الناس في هذا المجال كيف فكرت شام أنك تكونين حكم؟ دعونا نذهب للقصة من بدايتها في البداية أنا كنت ألعب مع الفريق من الفرق هنا بجدة وتعرضت لإصابة خلتني أبتعد عن اللعب وطبعاً كورة القدم رياضة مليئة بالإصابات يعني الواحد نادر أنه يقدر يتجنبها لأنه ما تعرف متى ممكن الواحد ينصب بعد كده أنا أصلاً حتى في المبارات لما أتفرجها أنا مشجعة لكورة القدم بشكل كبير كنت دائماً أشوف الحكم موضع التمركز وليش بيسوي كده؟ ليه تصرف هذا التصرف لهذا؟ إلى أن ما تعمقت في التحكيم وقوانين كورة القدم اكتشفت أشياء المشاهد والجمهور يجهلوها تماماً عن عالم التحكيم في كورة القدم جميل شام طيب أنت قلت أنه دائماً اللوم يقع على المحكم الآن وانت حكم معتمد كيف بتتعاملي مع هذا اللوم اللي بيجيكي؟ بإذن الله الاعتماد يبغى له شوية جهد لسه مش اعتماد رسمي بالنسبة كيف أتعامل مع هذا الجهد والضغوط من شخصية الحكم الأساسي أن الحكم يكون واثق من نفسه واعي يعرف سريع البديهة يعرف يتصرف في الأشياء هذه لكن إذا هو كان أول بأول متابع ممارس للمهنة محدث نفسه في قوانين الفيفا أول بأول ولياقته الجسدية ممتازة بإذن الله ما حيواجه صعوبات أنت حكم معتمد من الفيفا نبغى نشرح هذا الاعتماد وين هتحكمين الآن أيضاً خليتكلم على البيئة بالنسبة لكرة القدم النسائية بالنسبة للاعتماد زي ما قلت الاعتماد لسه أنا حصلت على دورة تطوير حكام من الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للكرة القدم والاتحاد الدولي للكرة القدم كانت الدعمة من قدم لي من الاتحاد السعودي وهذه كانت خطوة جداً جميلة لكن اللي أطمح له الآن أنه يصير في اعتماد لي والزميلاتي الموجودين في عالم الرياضة زي ما أنتم عارفين أنه الرياضة في كرة القدم والرياضة بشكل عام النسائية في تقدم ملحوظ واللي مفروض يصير عندنا أنه يصير فيه أشياء تطوير لهم وتدريب وإشراف تحكيمي وتدريبي لجميع الرياضات من الموجودة عندنا رائع طيب شاب أشياء الأشياء اللي بتحتاجيها عشان توصل الهدفك أكيد طبعاً الإصرار هذا أهم شيء أنه الواحد يلحق ورح ولمو لكن أهم من كل حاجة زي ما نعرف يد واحدة ما تصفق كلنا نحتاج الدعم نحتاج أنه نكون تحت مضلة الاتحاد السعودي والهيئة العامة أشكر الأمير خالد بن الوليد على الدعم المستمر في عالم الرياضة والأمير عبدالعزيز وطبعاً الأمير ريمة لكن إحنا نحتاج قد ما نقدر أن إحنا يكون عندنا الفرصة أن إحنا نمارس ونتدرب ويكون فيه إشراف علينا عشان نطور لأنه أمانة أنا شوفت كثير بنات شغوفات في عالم الرياضة ويطمحوا أنه هما يلحقوا حلمهم لكن من غير التدريب ما أحد يقدر يوصل لحلمه جيد طيب أنت ذكرت نقطة أنه كنت مشجعة ممتاز وأيضاً أبسألك وش تشجعين ولحظة تشجيعك للنادي اللي بتذكرينا يعني مسألة أنه والله الحكم مع النادي المعين والنادي المعين مدعوم تحكيمياً وأنه الحكم المحلي ضعيف في قدراته إيش النظرة المختلفة اللي تقصدين أنه الجمهور يجهلها فيما يتعلق بالتحكيم وبالتالي ينطلق بآراء متعصبة أو آراء مرتبطة بالعاطفة بغض النظر إيش كان الحكم يعني ميولو الكروي أو إيش الفريق اللي هو يحبه في أرض الملعب ما في هذا الكلام نهائياً يعني أنا كنظرتي الشخصية وكعلمي في الموضوع أنا اللي أعرفه وأشوفه أنه في وقت سير المباراة كل شيء يكون مفصول ما لي أي علاقة بالناحية الدعم والأشياء هذه هذا كلام يعني غير صحيح ما يصير إلا في حالات نادرة ونادر أنه تصير زي كذا لكن كأي مشجع المشجع دائماً ما يحب الخسارة ما فيه مشجع يحب خسارة فريقه فدائماً بدل ما يلقي اللوم زي الشخص بعض البني أدمين ما يقدر يلوموا نفسهم على الأخطاء ارتكبوها فيحاولوا يدوروا أسباب أنه هما يلوموا فيها أشخاص آخرين سببوا فشلهم نفسهم فهذه نظرة المشجع ما يعرفه مثلاً أنه الحكم شاف النقطة هذه الخطة هذا من موقع معين في أرض الملعب من جهة معينة من قانون معين لأنه المشجع بشكل عام ما يعرف تفاصيل القوانين في كرة القديمة جميل مباراة أحلامك يا شام هتكون بين مين ومين وفي أي بلد أكيد طبعاً سبب رئيسي الحب في الكرة القدم في كأس العالم فإذا أتمنى مباراة أن أحكمها تكون مباراة في كأس العالم ممكن لانتخب ألمانيا هذا يعني من أكبر طموحاتي أن أنا مثلاً أحكم في كأس العالم طبعاً عن التحكيم كل حكم له ستايل معين أنا اللي أفهم وأشوفه يعني حتى في الحصيات إذا التابعين يعني يقول لك هذا الحكم والله يطلع كروت حمر كثير هذا الحكم ما يتساهل هذا الحكم لا لطيف مع اللاعبين يحاول يكسبهم بنيتي لك استراتيجية لك أسلوب في التحكيم بعاد يعني وعطينا فكرة عن أسلوبك كيف تحكمين كيف يتأخذين أيضاً طبعات من اللي يتحكمين لهم بريات شخصية الحكم في أرض الملعب مهمة جداً أنه هو يكون بانيها وما يكون متردد في قراراته ويكون متأكد من القرار اللي هو بيعطيه بالنسبة للشخصية شخصيتي أنا كمحكمة أنا ما أستغل سلطتي وهذا الصح الموضوع مو أنا بس أستغل السلطة في أرض الملعب عشان أنا أدي الكروت الحمرة ولا أكون مثلاً مستقصد أن أدي كروت حمرة ولا صفرة طبعاً أسلوب اللعب وإثبات أخلاق اللعبة في أرض الملعب هذا شيء يأثر كثيراً في قراراتي موفقة يا شام كنت معنا من تلفزيون جدا شام الغامدي حكم من الفيفا أو معتمد من الفيفا قريباً